أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحرص الشديد على متابعة حركة الأسواق وتوفر السلع للمواطنين في ضوء القرارات والإجراءات التي تخذتها دولة مؤخرا مع الجهات المعنية لخفض الأسعار واستدامة توفر السلع في الأسواق المحلية وخلال اجتماع الحكومة الإسبوعية بمقرها في العاصمة الإدرية الجديدة شدد مدبولي على متابعة ورصد الحكومة موقف خفض الأسعار تنفيذا لتوجهات رئاسية في هذا الصدد واتصاقا مع ما اتخذته الحكومة من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية بما يصهم في زيادة حجم المفرق عنه من سلع وبضائع وفي سياق آخر أكد رئيس الوزراء حرص دولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين من خلال تزليل مختلف المعوقات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية